زيكو طلاب سنة رابعة ان شاء الله النهاردة هناخدوا درسة سطح مصر. اه اشكال السطح اه في الارض. الارض ليها اشكال متنوعة وكتيرة. اه عندنا مرتفعات. عندنا اللي هي ايه? جبال هيضاب. نعملو كده. يلا يبقى انا هي مرتفعات. المرتفعات. جبال هيضاب. بقى خلاص كده دي المرتفعات. سهول بقى. السهول آآ سهول طبعا سهلية او فايدية. جزر. ها? جزر. اشباه جزر. ماشي? منخفضات. تمام? يبقى هي اشكال سطح مصر. يبقى اشكال سطح مصر ايه? متنوعة. اشكال سطح مصر ايه? متنوعة. جبال هيضاب. سهول. جزر. اشباه جزر. لم يجي يقول لك هنا سؤال بما تفسر. يقول لك ايه? اشكال بما تفسر آآ سطح مصر متنوعة. هتقول له ليه? هتقول له لاني في جبال وهداب وسهول آآ سحلية وفايدية ومنخفضات. تمام? طبعا اول حاجة في الجبال هناخدها اللي هو آآ جبل. يعني ايه جبل? الجبل هو ارض شديدة الايه? الارتفاع ولها قمة. يلا نقول ورايا. ارض شديدة الارتفاع ولها ايه? ولها قمة شديدة الانحضار. تمام? زي ايه الجبال يا ترى في بقى مصر جبال? آآ ده احنا عندنا جبال كتيرة جدا. تعال بص في الخريطة كده. اللي بصفحة اربعتاشر في كتاب المدرسة. تمام? آآ عندنا اول حاجة جبل الايه? جبل العوينات. العو العوينات. تمام? ايه كمان يا ميز? جبل كمان. عندنا فاكر شايف سلسلة جبال دي. شايف سلسلة جبال البحر الايه دي اسمها. شايف الجبال اللي ورا بعضيها دي نسميها سلسلة جبال البحر الايه الاحمر. كمان عندنا جبل اسمه جبل ايه سانت كاترين. جبل اسمه سانت كاترين. تمام? يبقى احنا عندنا دلوقتي جبال اللي موجودة في مصر عشان انت لسه في سنة رابعة فانت عدوبك اخدت تلات جبال بص. جبل ايه الموجود في الصحرة الغربية خد بالك ها? الصحرة الغربية ايه ايدك ايه الشمال ها? ايدك ايه اللي انت مش بتاكل بيها ومش بتكتب بيها. مش دي الصحرة الايه الغربية. الصحرة الشرقية بقى دي ايه اليمين. دي ايه اليمين. يبقى الصحرة الشرقية ايه اليمين. تمام? الصحرة الغربية ايه دي الشمال. تمام? خلاص كده عشان تعرف تميز ايدك هي اللي هتعرفك. مشي. الصحراء الشرقية اي دي اللي انا بكتب بيها. خلاص? والصحراء الغربية ايه ايه الشمال. تمام? طيب يبقى احنا اخدنا في الصحراء الغربية في جبل اسمه جبل العوينات موجود في آآ جنوب غرب مصر في جنوب هو في الجنوب من تحت هنا مش في الشمال يعني لأ هو في الجنوب غرب ايه غرب مصر. تمام? آآ وفي عندنا جبال موجودة سلسلة جبال البحر الايه الاحمر. وعندنا آآ جبل موجود في شبي جزيرة سيناء اسمه جبل ايه سانت كاترين. اسمه جبل ايه سانت كاترين. طيب. بعد كده آآ عندنا كمان بقى ايه الهضب. ايه الهضب بقى? الهضب ديت ارض متوسطة الارتفاع مش زي الجبل طبعا يعني. ولو انت اخدت بي لك عندنا فيديو موجود على القناة الولاد وهم بيمثلوا آآ اشكال سطح مصر آآ هتعرف تميز كويس. تمام? يبقى الهضب ارض ايه متوسطة الارتفاع. سطحة مستوي او مستوي. زي فط federal. سطحة مالو مستوي او مستوي. تمام? آآ ان شاء الله هناخده في التاريخ بعد كده ان الانسان كان عايش فوق الهضب. كان عايش فوق الهضب ما قالو ما قيلنا اش بالله هوا كان الانسان عايش فوق الجبال. يعني صعب ان هو يعيش فوق هاي الجبال. يعني الجبل زل ما انت شايف شديد ايه الانحضار. تمام? عندنا يميس هضب في مصر? آآ طبعا عندنا برض اش ‌ انت صغنا. فحرح اعطلك ايه هدبتين. هدب اسمها هدبت الجلف الكبير. هدبت الايه الجلف الكبير. يبقى هنا جبل العوينات وبعدها على طول جابة هدبت الايه الجلف الكبير. ها جبل الجبال بتتلون باللون البني. بتتلون باللون الايه البني على الخريطة. اما الهداب بتتلون باللون الايه الاصفر. مش وفيه هدبتاني اسمها هدبتتية. هدبت الايه التية في شبه جزيرة سيناء. تمام? طيب. يبقى احنا كده اخدنا المرتفعات. الجبال والإيه والهضم بعد كده بناخد السهول عندنا نوعين من السهول مشي هيطلع ولد يقول لي الولاد هما اللي هيردوا معي دلوقتي بنشر البنات تمام أنا السهول السحلية أنا السهول السحلية إيه انت موجود فين يا سهول السحلية موجود عند البحر المتوسط الأراضي اللي حوالين البحر المتوسط والبحر الإيه الأحمر بنسميها السهول الإيه السحلية طب جميل أما للبنات بقى يقولولي أنا السهول الفايدية البنات هيقولولي إيه أنا السهول الفايدية موجودة فين عند ودي النيل والدلتة موجودة فين عند ودي النيل والدلتة تاني يلا الولاد هيردوا علي يقولولي أنا السهول السحلية البنات ترد عليهم تقولهم وإحنا السهول الفايدية الولاد هيقولوا إحنا الأراضي الموجودة عند مين عند البحر المتوسط والبحر الأحمر البنات هيردوا يقولوا إيه وإحنا الأراضي اللي حوالين ودي النيل والا والدلتا. تمام? طيب شايف الدلتا دي اللي هي على شكل مسلس. اللي على شكل ايه مسلس. وده طبعا اللي نزل الطويل ده اسمه وادي الايه النيل. لو تاخد بلك الدلتا لها فرعين. لها ايه فرعين. فرع دميات. ايدك اليمين. فرع رشيد. ايدك الايه الشمال اهو. يبقى ده فرع دميات. ومقف ارفع ايدك فوق. اعمل ايه شكل الدلتا. ارفع ايدك فوق اعمل شكل الايه? الدلتا. بعد كده اقول فرع دميات. ارفع ايدك اليمين. اقول عليها ايه? فرع دميات. ارفع ايدك شمال. اقول عليها فرع رشيد. تمام? واقول بعد كده ايه? الدلتا. مين ديت? اللي على شكل مسلس? الدلتا. تمام? ودوت ايه? وادي النيل. واخر حاجة بحيرة ناصر. بحيرة ناصر. ودي مية عزبة برضو لانها متصلة بنهر النيل. ودي البحيرة الوحيدة اللي عندنا بمصر بحيرة ايه عزبة اي ده اما انا شايف على الخريطة بحيرات تانية هي ميس اه لا بس دي بحيرات ايه ميتها ملحة اه طيب ايه كمان عندك بقى الجزيرة وشبه الجزيرة عندك الجزيرة وشبه الجزيرة بص الرسمة اللي انا رسمها رسمة بسيطة خالص خالص يقول لك ايه الجزيرة مساحة من اليابس يحيب بها المياه من جميع الجهات. مساحة من اليابس تحيب بها المياه من جميع الجهات. اه سوري دي الجزيرة. تمام? دي الجزيرة. اللي هي مساحة من اليابس. اهي رسمتها هي. تحيب بها المياه من جميع الجهات. اما اللي بقى شبه الجزيرة. لأ شبه الجزيرة بقى ايه? مساحة من اليابس بيحيط بها مياه من تلات جهات. مساحة من اليابس بيحيط بها المياه من ايه? من ثلاث جهات. مساحة من اليابس بيحيط بها المياه من تلات جهات. واحنا عندنا في مصر شبه جزيرة الوحيدة اسمها شبه جزيرة سيناء تمام؟ يبقى احنا عندنا في مصر في ايه؟ شبه جزيرة سيناء اهي شبه جزيرة سيناء الوحيدة اللي هي شبه جزيرة شايف؟ المية بتحيد ميها من ثلاث ايه جهات. اللهم لجهة الرابعة يابس. الجهة الرابعة يابس اللي هي فلسطين اهي. يبقى دي جهة مية. ودي جهة اللي هي قناة السويس دي مية. ودي الجهة التانية اللي هي البحر الاحمر مية. مشي اما للجهة الرابعة دية يابس. عشان كده بنقول عليها ايه? شبه جزيرة. اما لبقى الجزيرة الجزيرة اللي هي جزيرة شدوان بتحيط بها المياه من جميع الجهات. في البحر الاحمر اسمها جزيرة ايه? شدوان بتحيط بها المياه من جميع الايه الجهات. احنا كده تعرفنا على اليابس. طالبا نتكلم عن المسطحات المائية اللي موجودة في مصر. تمام البحر. البحر يا طارى مياه عزبة ولا مياه ملحة كلنا هنرد على على الميس وتقول لها مية ايه? طبعا مياه ملحة ميس طبعا مساحة من الماء المالح. اصغر من المحيط خد بالك المحيط اكبر من البحر. ها? عندنا طبعا البحر المتوسط في الشمال والبحر الاحمر في الشرق. جميل. عندنا ايه كمان? النهر. ايه النهر ده بقى? النهر ده مياه عزبة ولا من مية نهر النيل ونهر النيل هو اطول انهار العالم نهر النيل هو ايه اطول انهار العالم طيب بعد كده عندنا بحيرة وخلجان البحيرات اه عندنا بحيرات طبعا موجودة في مصر هي الرسم اللي انا كنت رسمها التالتة دي بص بقا نحطها ليه هم ليه التالتة رسمهم كده بالشكل دوت عشان انا اعرف فقا ايه اميز ما بينهم دلوقتي بقا البحيرة دي بقا هي دي بقا البحيرة اللي هي ايه مساحة من الماء يحيب بها اليابس من جميع الجهات ايه دا دي عكس الجزيرة اه فعلا هي عكس ايه الجزيرة لان الجزيرة مساحة من اليابس بتحيط بها المياه من جميع ايه الجهات اما البحيرة مساحة من الماء بيحيب بها اليابس من جميع الجهات زي بحيرة ايه زي بحيرة ناصر اهية تمام اه بيحيب بها اليابس اه اليابس دا كل دا يابس حواليها من جميع الايه من آآ من جميع ايه الجهات يبقى هو يبس من جميع الجهات يبقى البحيرة مساحة بقى بيقولك بقى البحيرة اما مية ملحة اما مية عزبة فاحنا عندنا بحيرة ناصر مية عزبة الوحيدة في بحيرات تانية بقى مية ملحة لما تطلع سنة 5 ان شاء الله هتخدهم بالترتيب وبس تقال لك عشان تعرف برضو بحيرة قارون مية ملحة يبقى احنا تدلقاتي اخدت بحيرة قارون مية ملحة وبحيرة ناصر مية ايه عزبة يجي يقولك من البحيرات العزبة هتقوله ايه بحيرة ناصر ومن البحيرات الملحة بحيرة قارون والبحيرة طلعت مية ايه ملحة وعزبة يبقى البحيرة لقيها ملح ونلاقيها ايه عزبة بعد كده بناخده بقى الخلجان يعني ايه خليج توغل الماء داخل اليابس يعني ايه يعني المية امتدت داخل اليابس عملها كده. امتداد الماء داخل اليابس. المية دخلت جوه اليابس. اهو زي الخليج اللي انت شايفه اهوت اهو المية دخلت جوه ايه? اليابس. عملت شكل ايه خليج? عندنا خليجين? خليج العقبة وخليج السويس. خليج العقبة وخليج ايه? السويس. تمام? لو انت عملت كده بأيديك هتلاقي خليج العقبة بصباعك كده ها ايدك اليمين ولو انت حطتهم بالشكل دوت هيزهر لك ايه هيزهر لك القصير خليج العقبة والطويل خليج السويس ها لو انت عملت ايدك كده زي ما انا عاملة كده هتعرف ان القصير خليجي الايه العقبة والطويل خليج السويس يبقى انا دلوقتي اخدت الخلجان عندنا اتنين خليج القصير الخليجي العقبة والطويل خليجي السويس تمام وتعرفنا على المسطحات المائية تعالوا بقى مع بعض الحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي اللي هي في صفحة اه في صفحة تمانية من وراء لما ييجي يقول لك ايه تعالوا كده نشوفه انا حل هو بيقول لك ايه بيقول لك اراجي مرتفعة مستوية او شبه مستوية هتقول له الايه الهداب طيب يمتد بطول اه تمتد بطول سحر البحر الاحمر هي مين الجبال طبعا اللي هي جبال البحر الاحمر تنتشر بالسحراء الغربية اللي هي مين الايه لأ مش لأ دي كده غلط دي المنخفضات المفروض المنخفضات بس احنا لسه ما اخدنا هاش تمام اه اه تمتد يبقى احنا مفروض نعمل دي المنخفضات ماشي مش الايه مش الجبال تمتد بطول نهر النيل ايه اللي تمتد بطول نهر النيل السهول الفايدية تمتد يقع في اقسى جنوب غرب مصر جبل الايه العوينات تمام اه يشتمل سطح مصر على جبال هداب سهول يعني كل ما سبق ارض تحبيها المياه من جميع الجهات هاي الارض اللي بتحبي هي ايه الجزيرة ماشي ونحل بقية التدريبات شكرا سانة رابع